أول حاجة اللي بيمر به الدلم في المرحلة دي أول حاجة هو دلوقتي حالا بيمر به وضع أساس لمرحلة جديدة أو لحاجة جديدة بيبتديها ممكن يكون الدلم بيبتدي عمل جديد أو بيبتدي مثلا مشروع جديد أو عمل جديد أو هو في نفس مكانه بس فيه قعدة قعدها مع ناس ممكن دول يكونوا شركاءه في الشغل أو زميله أو مديرينه لوضع خطة وأساس للمرحلة اللي جاية كويس؟ إن شاء الله هيبقى ميتنج أو اجتماع مثمر بإذن الله بس المطلوب من الدلو أنه يسمع كويس للتيم بتاعه يسمع كويس لزملائه أو شركاءه في الشغل وما ينفردش وينشر دماغه في حاجة معينة نسمع بعض ده عمل جماعي لو الدلو هو صاحب العمل ده برضو نفس الحكاية يعمل الناس اللي شغالين معاه على أنه هم شركاءه ومش ناس تشتغل عنه تمام؟ عشان نوصل في النهاية لوضع أساس محترم كده لمرحلة الجديدة اللي داخل عليها برج الدل كويس؟ طيب إيه الحاجات اللي نفسه فيها برج الدل؟ يعني هو ده تقريباً ذكرتك يا برج الدلو عارفين حاجة ماشية بسرعة مش بسرعة فيها يعني مرضود كتير هو عايز مرضود كتير وكمان ممكن يكون الدلو هو العايز يدي عنده كمية طاقة حب وطاقة عطاء كتير ونفسه هو يطلعها حب الناس اللي حواليك اديهم اهتمام ركز معاهو اديهم حب دي طاقة انا شايفاها دي حاجة نفسه يعملها الدلو عانته طاقة اهتمام وحب ويعني طاقة كبيرة جدا نفسه انه هو يخرجها ايه كمان اللي ممكن يكون الكاتل ده بيوحي ان البرج الدلو محتاج لشوية إيجابية في حياته محتاج شوية طاقة إيجابية ده ده كارت النجم وده بيوحي بطاقة مش بس طاقة عطاء لا كمان طاقة إيجابية نجم حاجة بنورة طاقة يمكن تكون طاقته دلوقتي علشان كده الكارت ده جاي في الحتة دي انه هو نقصه في طاقة كويسة انه هو مفتقد للحتة دي مفتقد ان طاقته تكون متجددة جدد من طاقتك يا برج الدلو في حاجات كتير جدا ممكن تعملها تجدد من طاقتك الرياضة تلعب ياضة تحفز نفسك ايه دي نفسك دايما امل انه اكيد ان شاء الله بكم وح يكون احسن هتلاقي ضبطك ان شاء الله تجددك والدنيا عندك باقي تمامي ايه التحديات اللي عند برج الدلو اهي ده كارت يوحي بالثقة بالنفس قوي وصلت من نفسه قوي فيه حتة البادي لانجوش بتاعت الكارت اللي هو ايه انا جامد او انا اعمل ايا حاجة انا افوت في ايا حاجة دي التحديات اللي عندك لعله وعسى ده انظار يا برج الدلو انه زيادة الثقة في النفس ممكن يكون ليه اه يعني مرضو عكسي يعني كل حاجة بمقدار معقول حلوة جدا دي التحديات اللي قدامك ويمكن يكون معنى الكارت التحديات ان انت مش عارف تبتدي البداية الجديدة دي ده واحد مقبل على حاجة جديدة ومستعدلها ومتحمس لها جدا جدا يمكن الدلو مش عارف يوصل للنقطة دي فيه عكسات فيه حاجة واقفة في طريقه انه مش عارف يوصل لحتة البداية الجديدة دي اصبر ان شاء الله كل حاجة هتكون كويسة ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الدلو توصل للنقطة دي للأسف المادة الفلوس اللي حيساعدك انك تستسمر فيه من فلوس يعني فلوس حقيقية ان انت توصل للحتة دي ايه كانت المشكلة اللي بيمر بيها الدلو انا شايفة الطاقة المسج اللي جايلي الحل او الوسائل المساعدة اللي ممكن تساعدك توصل للنتيجة اللي انت عايزها فلوس اما انه بتدفع مثلا في استثمار بتحط فيه فلوس عشان تحلي مشكلة معينة حتى تدفع فيها فلوس ده الحال الدراهم ده اللي حيساعدك تطرق او انك انت توصل للحتة اللي انت عايز توصلها اوكي ايه النتائج المتوقعة اللي تحصل بالنسبة للشهر ده حيوصل لايه البداد بداية جديدة جاي يعني خلاص اهي ايس الايس زي ما تعودنا في اللايبات الابيه كده دايما بيوحي بداية جديدة وانتصار لو عندك مشاكل اعبسات دلوقتي يا برج اللي تلوك توقع ان شاء الله انتصار جواك زي ما قلنا طاقة عطاء كبيرة جدا جدا او انت واخد بالك انت محتاج تركز ان انت بجد تطاقت وتطاقت تكون احسن عارف انت لازم تعمل ايه ومقبل انك انت تبتدي بداية جديدة هتوصل ان شاء الله بس الحاجة اللي انا شايفها ان انت محتاج تعتمد على نفسك في حاجة فخليني اقول برج الدلو لو انت معتمد على ناس ثانية ان هي تحلي لك المشكلة او توصلك للنتيجة اللي انت عايزها لا اعتمد على نفسك ده معتمد على نفسه كويس؟ طيب تعالوا نشوف بالنسبة لصحة الدلو نتمن على صحة أشبارها ايه القراءة حلوة الحمد لله فيش اي مشاكل شايفها مشية بشكل شهر مهم عن برج الدلو ان شاء الله هيعمل حاجة كويسة بحيوصل للنتيجة او البداية اللي هو عايز يبتديها ده اوكي صحيا ما شاء الله كويس لا حلو جدا بس بيميل للجلوس يعني ما بيتحركش كتير عايز جد التقطب اتحرك اوكي اتحرك القعدة دي مش كويسة بس الصحة الحمد لله شافها كويسة جدا بس ما انت خبرتين الحالة المادية انا شايفة ان الدلو راضي يقول الحمد لله يعني ده الصراحة الكرت ده انا يعني بحبه اكتر من الكرت بحد يبقى ان شاء الله عنده مثلا تحسن في الحالة المادية او اي حاجة حالة الرضا دي انه واقعت بيقول الحمد لله شكرك يا رب انا عندي كل انا محتاجه الحمد لله الحالة المادية كمان عند برج الدلو يبدو جيد تعالوا نشوف الدلو عاطفيا اخباره ايه وليات جاية ان شاء الله هنقول الحمد لله شكرا بس ماشي لتبتيج برج برج قراءه العاطفية برج الدلو تمام مش بقولكو لقد الدلو عنده كمية مشاعر الفترة دي يعني لا تقدر بثمن بس مش عالفة ليه ما بيوريهاش يعني هو هو حب وطاقة اهتمام حلوة جدا بس ما بيوريهاش طيب التالو حدته عامله ازاي هو دفول بالنسبة للعلاقة يعني القراءة العاطفية هو عامل احبه عامل مش اخب بالو او خلينا نقول حاسس ان هو في العلاقة حاسس ان هو حر مش حاسس له قيود ودي حاجاتك مهمة جدا عند جوري الدالو اه انا شايف ان هو حاسس بمغامرة حاسس ان هو مبسوط هو معنى من الاثنين اما ان هو عامل نفسه مش واخد بالو او ان هو مبسوط ومتحمس وحاسس ان هو بيعمل مغامرة حلوة جدا مع شريك تمام بالنسبة للشريك الدالو حالته عامله ازاي لان انا شايف ان شريك كمان حاسس ان هو مبسوط حاسس بوفرة يعني حاسس انه فيه امبوتس كتيرة جدا بيحسها من ناحية الدالو حاسس ان هو يعني مدلعه ايا كان بقى شكله بهداية باهتمام بحب شريك الدالو انا شايفه بحتة حلوة يعني مبسوط وحاسس بحالة ووفرة الدنيا تماما الدالو عايز يعمل ايه او نفسه في ايه انا شايفه ان هو حابب يقدم حاجه لشريك واما هديا بيقدمه عرض لو العلاقة دي لسه مدخلتش فيه ارتباط رسمي عايز يقدم عرض ارتباط عايز يقدم له حب اكتر كمان من اللي هو بيعمله دلوقتي يمكن الدالو مش عارف يعني يوضح مشاعره قوي فهو نفسه يوضحها بشكل احسن وبشكل مادي اكتر طيب الشريك الدالو نفسه في ايه مش عارف يعني الحتة دي شكلها غريب قوي يمكن شريك الدالو عايز يعمل عملية اقف هنا حاجه تقف يمكن مقصود قوي من الحالة اللي هو فيها دي يعني 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 هو وقفني هنا انا مش عايز يعني عايز افضل في الحتة دي كتير دي حالة حاجه وقفة ما بتتحركش زي بتقول عايز الزمن يقف في الحتة دي نفضل كده بالشكل ده فداله نفسه في شريك الدالو اوكي الدالو شايف شريكه ازاي هو شايفه دات بمعنى فيه تغيير كبير طرق على الشريك اوكي يمكن دي حاجه ما تخصش العلاقة نفسها على قد ما تخص الشريك نفسه يمكن الشريك بيمر بتغيير جامد في حياته او بيواجه شيء صعب شوية اوه يمكن يكون شوية قلقان خايف من حاجه اوه يمكن حالة لو دي علاقة جديدة الشريك حياته تتغير شوية اوه بسبب العلاقة دي ابتدى ان هو حياته تاخد شكل مختلف وتاخد مرحلة تخشت مرحلة تانية فهو قلقان شوية فدالو شايف شريكه داخل في مرحلة تغيير جامدة جدا وخايف شوية اوكي تمام الشريك الدالو شايفه ازاي king of pentacles حد عنده عطاء كتير جدا ما بيخلصش والدالو فعلا عطاءه كتير جدا جدا شايفه انه هو يعني بقى عنده حكمة شوية كمان كنت بيوحي بان في حكمة بقى بيشغل عقل شوية بقى في شوية في رزانة في الموضوع او يمكن هو اصلا كده فهو شايفه شخصية يعني عطاء جدا وكمان شايفه انه هو شخصية حكيمة وبيتم وبيراعي الناس اللي حواليه تمام ايه الطاقة اللي ما بين الدالو وشريكه strength؟ في حاجة اما الدالو بقى او شريك وحد منهم عايز يقلها بالتاني في حد عايز يقل حد حاجة وعمل يختار كلام كويس جدا بحيث انه هو يقول اكتر كلام دبلوماسى ممكن تمام يمكن اه الحاجة اللي بيمر بيها الدلو او شريك الدلو عارب يحسسوا على بعض بس اللي انا شايفاه انه الاثنين بيثقوا في بعض جدا في عملية ثقة جمدة جدا وفي عملية انه زي ما قلنا ثقة وانه الاثنين شخصيات قوية جدا وشخصيات قيادية جدا لكن مع بعض بيتحولوا لي حاجة يعني طاقة حلوة جدا طاقة زي ما قلنا حاجة من اثنين اما الثقة ما شاء الله بيثقوا بعض جدا جدا ومسلمين لبعض امور بعض يعني فهمين قصدي ايه انه انا بسط في شريكي جدا وعارف ان هو هيديه نصيحة مصبوطة او انه في حاجة شريك واحد منهم عايز يقولها لبتاني بس بيختار كلامه كويس اوي اوي او بيختار الوقت اللي يقوله كويس اوي اوي طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده الشهر ده انا شايفة انه في عملية انتقال لوقت هادي جدا في حالة استقرار زي ما احنا شايفين لو الفترة اللي فاتت كان فيها شوية تقلبات او حاجات منفجأة بتحصل الموضوع اللي حتة فيها استقرار وهدوء كويس جدا جدا او خلينا نقول بنعدي البر امان كان الفترة اللي فاتت فيها شوية مخاطرة والفترة اللي جاية هتكون مفيهاش مخاطرة فيها خلاص امان وفيها استقرار كويس ايه المتوقع يحصل الشهر الجاي او خلينا نقول انه دي بقى دي فوقعات فعلان ودي الطريقة بتاعت الماب فمش حيزاكوا تركزوا بالنسبة للشهر اللي جاي دي طاقة تانية ممكن جدا تتغير كويس كويس في هنا خسارة بتحصل اما خسارة مادية او خسارة حد انه الدلوء او شريكو بيفتقد حد ومش لازم الفوق دال ده ان هو يكون لقدر الله موت لا ما قلتش كده ممكن تكون في حد بيمشي بيسافر مثلا او بيحصل خلاف ما بينه ما بينه ما بين حد وبيحصل فراء بس الفراء ده بيزعل اما الدلوء او شريكو ففي حالة خسارة او هم شوية في شهر الستة طيب شهر السبعة القعدة دي اما انه الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي قعدة فيها ضعارف وانه خلاص بيمهدوا ان يحصل ارتباط رسمي وبالنسبة ليه الناس اللي مرتبطة بالفعل فده برضو اجتماع عائلي بيعود الدلو وشريكو وافردنا الاسرة في بوم كويس جدا جدا للدنيا الحمد لله ما شيتها مقاب طيب القراءة حلوة جدا للدلو والدلو عنده عطاء كتير جدا وطاقة حب جيرة جدا خرجه يا برجدالو هتفرحان جدا ومبسوط لما تحس قد ايش ديتك تحسس ان هو يعني محظوظ ان هو يكون الحمد ساجل محتاج تعمل عملية تنظيف يا برجدالو شوفتم قدتلكم موضوع تجديد الطاقة ده بالنسبة لكم مهم جدا مش بس الطاقة كشكل بشكل روحاني يعني او منتلي لأ ممكن يكون تنظيف فيزيكلي يعني بشكل ما اسمها ايه يعني واقعي انه تنظف حواليك الكراكيب اللي ما لهاش لازمة ترنيها ده هينظف لك الطاقة كويس جدا وكمان ما تسبش نظف كويس نظف بزمة تمام يعني ما تسبش حاجة لازمة ترجع تعملها تاني نظف تمام لو انت شغال على حاجة دلوقتي ما تقولش عملها دلوقتي بالشكل ده ايه حاجة وبصبتها تاني بعدين لأ نظف عملية تنظيف تمام التنظيف زي ما قلنا اما تنظيف عملي بيتك مكتبك عربيتك حاجات دي كلها الموضوع ده هيجدد من طاقتك جدا 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 تنظيف داخلي لروحك انك انت تتأمل في نفسك وتقرب من نفسك وتبتدي تزبط كده الطاقة بتاعتك انه تستقبل حاجات كويسة انا انا الشخص كويس وهتجي لحاجات كويسة وهوصل اللي انا عايزه كل الحاجات دي هجيب لك في اخي ان شاء الله حاجات كويسة جدا صلى طبعا من اكتر الحاجات اللي بتجدد الطاقة ودي ما فيهاش كلام ما فيهاش بصال هتلاويش تنور يعني مش اكتر من كده وكمان لو احنا بنتكلم بشكل عملي التنظيف انك تبني مزبوط ما تبنيش حاجة وارجع زبطها تاني بعدين لا ابتدي على نظافة اشتركوا في القناة في القناة شكرا